الأحوال كلها مطمئنة باشماندس والسفير المصري إيهاب فاهمي حريص على مسندة الفريق والتواجد مع البعثة طول الوقت وحفاوة كبيرة بالبعثة وبالكابتن الخطيب إذن الأجواء المحيطة بالفريق طيبة تبقى الأحوال الخاصة بالفريق نتمنى أن تكون طيبة وأتوقع أن يكونوا هم عايشين نفس حالة التركيز اللي بيجي لنا بيها أخبار عن فريق التراجي وحالة التركيز القصوى التي عشها التراجي وأنه هو الفترة الفاتتة دي كلها في المصابقات المحلية بيلعبها وعينه على هذه المباراة نتمنى أن يبدل الجميع قصار جهدهم ليتدخل أحد جهدا ويعملوا اللي عليهم والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وضح في الاهتمام بالمباراة وزارة الشباب والرياضة التونسية بترفع عدد التذاكر للجماهير كانت 27 ألف خلوها 34 نتيجة للإقبال الشديد على المباراة لا نتيجة أنهم عايزين يحشدوا أكبر عدد إقبال شديد لو عمقتهم 70 هنا وهناك حيجيلك ناس فده ماتش نهائي يعني مش فمش بكترة العدد بسلوك من يتابع المباراة لكن في كل الأحوال المفروض نكون يعني استوعبنا كل الدروس السابقة وخلاص بقى احنا بلغنا من الخبرات والاحترافية أن احنا زي ما بقولوا كده بنشد الفيشة ساعة ما بنزل الماتش ما نشوفش غير ملعب وما يخلوش حد يستفزهم لا حكم ولا جمهور ولا منافس لأننا ملاحظ دلوقتي أن حتى في الدور المحلي هناك الكثير من يتعمد وخصوصا بعد صفارة الحكم استفزاز اللعيبة يمكن حد منهم يغلط فالأهل يدفع تمن ويتحرم اللعب من المشارك احنا كل اللي يهمنا اعملوا اللي عليك وإحنا مقدرين واعتقد أن جمهور الأهل يعيش حالة رائعة في علاقته بالفريق والنادي الأهل الآن